موسيقى أكمل لا توجل وسنبقى حولك يا أبتي وسنبقى حولك جمعية صندوق إعانة الماء معا نخفف الألم ونزرع الأمل موسيقى لا شك أن دخول الإسلام إلى أرض قربستان قديم جداً مع دخول الإسلام في بلاد ما وراء النهر ودخولها يبدأ منذ عهد عثمان رضي الله عنه وإذا قلنا بأن دخول المسلمين قديم في هذه البلاد ودخول أهلها في الإسلام قديم أيضاً معنى هذا أن بناء المساجد في قرقستان وما جاء وراء من آسيا الوسطى قديم جداً لكن هذه المساجد لم تعد موجودة اليوم طرأت عليها عواد الزمن بالإضافة إلى الاحتلال الروسي لبلاد ما وراء النهر ومنها قرقستان وقد امتد قروناً طويلة لم يبقى من مساجد قرقستان ما يحافظ على أقدميته إلا المسجد القديم في العاصمة بشكك وعمره ما يقل من 100 سنة قد يصل إلى 150 سنة وهناك مسجد آخر أقدم من هذا المسجد لكنه موجود في العاصمة الجنوبية كما تسمى أوش وهي حاضرة من حواضر العلم القديمة المساجد اليوم في قرقستان وفي بشكك على وجه الخصوص تشرف عليها إدارة الشؤون الدينية وهي في الغالب بتبرعات المحسنين من أهل هذا البلد أو غيرهم يعني على سبيل المثال هنا محيط الجامعة التركية وهذا المسجد كما ترون يأخذ طابع المساجد العثمانية والتركية خاصة أن المنارة تدل على شكل المساجد العثمانية القديمة هذا المسجد بناه جماعة من الأتراك والمحسنين من أهل هذا البلد وهناك مساجد أخرى بناها جماعة من المحسنين المؤسسات الخيرية الخليجية التي تعمل هنا في قرقستان تبنت مشروع بناء المساجد سواء في المدن مثل بيشكي في أوش أو في غيرها من القرى وهذه المساجد في الغالب تؤدي أكثر من وظيفة يعني بالإضافة إلى وظيفة المسجد قد تكون أيضا مركز لتحفيظ القرآن لدراسة العلم الشرعية أو أحيانا لعقد الأنكحة وغيرها كانت هناك آلاف المساجد في قرقستان ومنذ الاحتلال الروسي لقرقستان وغيرها من البلاد المجاورة هدم في قرقستان وحدها ما يقرب من ثمانية آلاف وستمية وأثنين وثمانين مسجدا يعني خلال الاحتلال الروسي لقرقستان كانت هناك فقط ثلاثة وعشرون مسجدا في قرقستان وهذه المساجد ضعف دورها ما كانت تؤدي دورك التي كانت تؤديه سابقا دروس العلمية واجتماع العلماء لأن العلماء هجروا أو قتلوا المساجد كثير منها أولق أو حول إلى حنات خمار أو غيرها بعد الاحتلال الروسي في سنة 1991 من الميلاد لما تعافى المسلمون من الاحتلال الروسي لقرقستان عاودت المساجد تؤدي دورها هناك عشرات المدارس الشرعية التي تخرج منها آلاف الطلبة في قرقستان وهؤلاء الطلبة يدرسون العلوم الشرعية التي تؤهلهم إلى وظيفة الإمامة أو الأذان والحكومة تمنح لهم امتيازات نظرا لوظيفتهم الدينية ومنها الإعفاء من التجنيد الإلزامي الذي يمنح للطلبة كما هو معروف وهذه المساجد لو دخلنا الآن مساجد قرقستان وجدناها مليئة بالعلماء والإماء وقد حضرت درسا لجماعات من جماعة الدعوة والتبليغ الذين يطوفون في هذه المساجد تبقى هذه المساجد ما زال فيها نقص ليست بالكثرة التي كانت موجودة سلفا وتشرف عليها إدارة الشؤون الدينية التي تتبع اتحاد لإدارات الشؤون الدينية في آسيا الوسطى ومحله العاصمة الأوزبكية قشقند مثلا الأيام التسعينات لما التحقت بالجامعة سنة 93 أتيت من القرية إلى بشكيك ووجدت هنا مسجد أو مسجدين بس حتى المسجد المركزي كنا نصل في صلاة الجمعة على حدود 150-160 شيخ كبير ليس شاهد فأما الآن على مرور عشرين عام تجد في بشكيك كما ذكرنا أكثر من ستين مسجد فكل منه ممتلع بالشباب تتنوع مهام إدارة الشؤون الدينية هنا في قرقيزيا تبدأ أولا بما يتعلق بالمساجد بخدمتها وصيانتها وتعيين لأئمة والمؤذنين والإشراف على المدارس التي تخرج لأئمة والمؤذنين بالإضافة إلى ما يتعلق بإصدار تراخيص بناء المساجد فالنقطة الأولى تبدأ من إدارة الشؤون الدينية إدارة الشؤون الدينية أيضا هي معنية بما يتعلق بالحج فمنذ سقوط الاتحاد السوفيتي في سنة 1991 وبدأت حملات الحج القرقيزية تخرج من هنا من قرقيزية تشرف عليها إدارة الشؤون الدينية فخرج أكثر من 120 ألفا إلى الحج من الأمور المتعلقة أيضا بالمهام المنوطة بإدارة الشؤون الدينية غير المساجد وخدماتها ما يتعلق بالقضاة الشرعيين بدءا من تهيئة هؤلاء القضاة وتعيينهم والإشراف على أمورهم لذلك يحرص القائمون على إدارة الشؤون الدينية بالإشراف على الأمور الدينية هنا وتوثيق الرابط والسلم مع العالم الإسلامي هناك جهود حثيثة وعلاقات متواصلة بينهم ولذلك ينصح في كل أمر متعلق بهم أن تبدأ بالتواصل معهم والمسلمون هنا بحاجة فعلا إلى مد جسور التعاون والمعرفة لما زالت هذه البقعة مغيبة نحن عنا في الخليج وفي البلاد العربية ولو تدخل في أعماق الشعب القرقيزي خاصة فيما يتعلق بالمساجد ودورها تجد شعب مسلم بفطرته الإسلام موجود الحمد لله شيوعية عبر هذه السنين أكثر من 90 سنة ما استطاعت أن تؤثر فيهم تأثيرا بالغا في مجملهم نعم قد نجد مظاهر يعز علينا أن تكون موجودة في شعب القرقيزي لكننا لا نتكلع عن مجتمع في الخليج أو في مصر أو الشام أو المغرب نتكلع عن المجتمع عاش تحت الوطأ الشيوعية فترة من الزمن ونفض غبارها ورجع بحمد الله إلى أحسن من مكان إن شاء الله يولدي هاسوب واي تحرر شوف هناك لازم نزقيها علشان لتعيش إذا ما سقيناهم ما نستاهل نعيش مشروع توأمة التعليم لدعم الأطفال السوريين النازحين في لبنان موسيقى 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 موسيقى